Abnormal RBC Inclusions أي بعض محتويات خلال الدم الحمرة التي تظهر بصورة غير طبيعية مثل هذه المحتويات العضيات الخلوية أو الحمض النوري أو الكرابرسوم وغيرها أول حالة هي بايزوفيليكستيبلينغ ويخصص بهذه الحالة هي وجود عدة حبيبات ذات صبر قاعدية وصبر قاعدية تكون بلون بنفس الجيل غامق هذه الحبيبات تنتشر على كل خلال الدم الحمرة كما في هذه الصورة قد تظهر هذه الحبيبات بشكل متجعد أو بشكل ناعم أو من هذا القبيل أو بأشكال غير منتظمة في طبيعة الحال أو بصورة مثالية فقط الحبيبات التي تظهر بصورة خشنة يجب الإبلاغ عنها أي بعض الأحيان تظهر بحالة مرضية عادية وليست حالة مرضية معينة سبب هذه الحبيبات أو مصدرها هي تجمع الـ RNA أو الحامض النوي الـ RNA أو Ribonucleic Acid يتكدس بصورة متشرة على الخلية وذلك بسبب خلل في عملية التخلص من الـ RNA بعد عمله وظيفي داخل الخلية فهي يتكدس ولا يحصل له أو Depolymerization أي إزالة بالوراء أو فاصلة مما يؤدي لاتك الدسر داخل خلية الدم الحمراء من هذه الأمراض الشائعة التي تسبب هذه الحالة هي Detoxicity أي تسمم بالرصاص أو ثلسيمية أو Abnormal Hem Synthesis أي مشاكل في إنتاج أو دمج الحديد مع البروتين التي تكون هيموغلوبين هذه الأمراض تتسبب هذه الحالة والتي تؤثر أو تتلف العملية التخلص من الحامض النوي الـ Ribonucleic Acid فتظهر أو يتكدس بهذه الصورة Abort Rings في هذه الحالة يظهر في خلية الدم الحمراء بطوط أو أشكال تشبه الحلقة أو الخاتم وأحيانا تشبه الشكل الأوليبي وقد تشغل معظم حجم الخلية أي قطرها قد يشمك معظم حجم الخلية وقد تحتوي خلية الدم الحمراء على واحد إلى أثنان من هذه الحلقات في خلية واحدة وأن السبب في هذا أو مصدر هذا الشيء هي وجود بعض مايكرو تيبيولز مايكرو تيبيولز هي بعض الأنابيب الدقيقة جدا أو الخيوط أو المغزرية التي تسحب الكوموسومات أثناء انقسام الخلية فتبقى هذه الخيوط المغزرية ولا تختفي بسبب مشاكل في الخلية أو بسبب بعض الخلل في صنع أو انقسام الخلية ومن هذه الأسباب هي ميلو ديس بلاستيك سندرام ميكرو بلاستيك أنيميا وليد بويزنينج بعض الأمار السرطانية مثل ميلو ديس بلاستيك سندرام ميكرو بلاستيك أنيميا هي الفقر في B12 أو الفوليك أسد وليد بويزنينج هو التسمن برصاص هنز بوديز تظهر في داخل خلال دم الحمر في حالة هنز بوديز لأجسام ومركبات دائرية أو كروية طرفية الموقع وذات لون بنفس جي إلى أزرق غامق ولا تظهر هذه التراكيب في الصبغات الاعتيادية مثل أيت ستين أو رومونوسكي ستين ولكن تظهر فقط في بعض الصبغات الخاصة كصبغة السبروفايتل ستين صبغة السبروفايتل ستين لها القدرة على تصبير بعض العضيات والمركبات مثل الهيموغلوبين فهذه التراكيب الصغيرة أشبهها كأنها تكون طرفية الموقع وأشبه أنها يتم استخراجها من داخل الخلية أو طرحها خارجها أنه سبب وراء هذا هي بعض الهيموغلوبين المترسب أو المحطن أو الذي متغير طبيعته أي عدد التغير في تراكيبه فلا أصبح دين فائدة أو بسبب بعض الأكسادة التي تتظر في هذا الهيموغلوبين يصبح عديم الفائدة ويتم ويترسب في أحد أطراف الخلية من الأمراض الشاعة التي تسبب هذه الحالة هي G6PD أو Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase وهو أنزايم خاص في أو يدخل في عمية تكوين خلية دم الحمراء أو بالأخص في سطر رشاءها ولدينا كذلك هيموغلوبين باثيز أي عدة الأمراض التي تسبب أو تصيب الهيموغلوبين مثل Therassemia, Sycclesial Disease, Hemoglobin S, Hemoglobin CS وغيرها والبوسترين أكتومي أي بعض الحالات التي يتم فيها استئصال الطحال إذا في الطحال يوجد بعض الخلايا بالعمية التي تلتهم هذه النوع من الخلايا دم الحمر أو الغير طبيعية ولكن عند استئصال الطحال تبقى هذه الخلايا وتزاد نسبتها بسبب عدم وجود ما يتبطلعها أو تخلص منها كذلك لدينا Oxidizing Drugs أي بعض العلاجات التي تسبب تأكسده وتدخل في عمية تكوين أو تعقل عمية تكوين خلية دم الحمر وتأكسد الهيموغلوبين فيصبح بهذه الحالة هيموغلوبين H تضع خلية دم الحمراء في هذه الحالة بشكل كوريتغولف أو بشكل الروسبري أي توت العليق حيث تحتوي أو تتخلى خلية دم الحمراء الواحدة على عدة نقاط أو جسيمات أو عبيبات دقيقة تغطي شكل خلية دم الحمراء بالكامل وهذه الحبيبات لا تظهر إلا في الصبغات الخاصة فلا تظهر في الصبغات الغريدية كالريتستين أو رومونوسكي ستين ولكن تظهر في الصبغات الخاصة مثل سبا فايتل ستين وبالأخص صبغة البريليون كريزل بلو وبسبب كون هذه لا تظهر إلا في الصبغات الخاصة فتشير هذه الترسبات إلى أنها الهيموغلوبين مترسب إذن الهيموغلوبين لا يتصبغ إلا في الصبغات الخاصة والحالة المغضية وغير ذلك هي وجود هيموغلوبين أتش داخل الخلية خلية دم الحمراء الطبيعية تحتوي على هيموغلوبين أي 2 أو الأي هيموغلوبين الأي يحتوي على تركيب من بروتين بيتا وتركيب من بروتين ألفا أما في حالة الهيموغلوبين أتش فيحتوي على أربع تركيب من هيموغلوبين بيتا أي يشغل معظمها بيتا ولا يتحتوي علي بروتين ألفا وهذا البروتينات الأربعة بيتا مكونة هيموغلوبين أتش وهيموغلوبين أتش غير مستقر وبمرو الوقت سوف يترسب إلى أن يتكون كتلة دائرية أو كروية في طرف الخلية أثناء مرور الوقت منطقة تركيب الهيموغلوبين كما في الحالة السابقة أي أن هذه الحالة في مستقبل ستتحول إلى الهيموغلوبين مترسب الحالة المرضية ولذلك هي وجود مرض وراثي يسمى بالهيموغلوبين أتش ديزيز هيموغلوبين سي كريستلز في هذه الحالة تحتوي خليل الدم الحمراء على تركيب سلاسية الحلقة وهو ما يسمى بالهكساغونال ذات طرف مستدق قد تكون هذه التركيب داخل خليل الدم الحمراء أو قد تكون خارجها أي مفاصلة عنها وتحتوي خليل الدم الحمراء غالبا على تركيب واحد من هذه الحلقات السداسية ويعزل السبب إلى ذلك هي وجود هيموغلوبين سي المتبلور أو المترسب الهيموغلوبين سي هو وجود طفرة جينية في جزء أو تركيب بروتين بيتا فيستبدال الغلوتامين بحامض أميني آخر يتعاد لايسين بما يكونه الهيموغلوبين سي وهيموغلوبين سي يكون غير ذائب في الماء أي أنه لا يستطيع التخلل داخل خليل الدم الحمراء في التركيب ويتكون شكل باللوري كما في هذا الشكل حالة المرضية وراء ذلك هي حالة هيموغلوبين سي ديزيز أي عندما يحتوي أو يكتسب الابن من الوالدين الطفرة جينية في هيموغلوبين سي فيتضاعده هذه الحالة وغلبا ما تكون هذه الحالة عند استرصال الطحال إذا أن الطحال يلتهم هذه الخلايا أو هذه التركيبات حياة لكن عند استرصالات تظهر بشكل متزايد هيموغلوبين سي كريستلز إائّه ان في حالة هيموغلوبين سي فقط وربما يمثل الخلي LOOKно الدم منجلية يظهر الهيموغلوبين أو تظهر خليل الدم الحمراء تحتوي على هيموغلوبين السي بالشكل منجلية وبينما في حالة هيموغلوبين سي كما قلنا سابقا تظهر خليل الدم الحمراء بشكل حلقات سداسية أو مستدقة النهايتين فحات الهيموغلوبين أسي تحتوي خليل الدم الحمراء على نوعين من الهيموغلوبين وهذا الشكل يمكن حصلتها هذين الهيموغلوبين المرضيين فتظهر خليل الدم الحمراء بالشكل التراكيب أو بلورات ذات لون أحمر غامق مستدقة النهايتين أو إنها أحد النهايات عفوا وهذه البلورات أو الكريسترولات تكون أطول في حالة الهيموغلوبين س فقط و لكنها أقصر وأعرض من خليل الدم الحمراء التي يحتوي على هيموغلوبين أس فقط أو المنجلين فتظهر بهذه الشكل خليل الدم الحمراء السبب فراث ذلك هي كما في الاسم تحتوي خلال الدم الحمراء على نوعي من هموغلوبينات المرضيه الاس والسي هموغلوبين اس هو استبدال الحامض الاميني غلوتامين بالفالين أما الهموغلوبين سي هو استبدال الحامض الاميني غلوتامين باللايسين فيعطي كل شكله الخاص ولكن عند الوجود لهذه الحالتين أو حصيت هذه الحالتين تظهر خلال الدم الحمراء بهذه الشكل السبب براء ذلك، أو حامل المرضية تسبب بهذه المرض هي هموغلوبين اس ديزيز إذا يستقبل الابن جين واحد من هموغلوبين سي وجين آخر من هموغلوبين اس يظهر المريض بحالة الاحتواء على هيمولوب اس وسيل. فتظهر خلية من حمراء بهذه الشكل.